بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صور من حياة الصحابة الصحابي الجليل عمر بن الجموح شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة عمر بن الجموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية وسيد بني سلمة المسود وواحد من أجواد المدينة وذوي المرؤات فيها وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح وليذبح له في المواسم وليلجأ إليه في الملمات وكان صنم عمر بن الجموح يدعى منات وقد اتخذه من نفيس الخشب وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به وتضميخه أي دهنه بنفائس الطيب كان عمر بن الجموح قد جاوز الستين من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد المبشر الأول مصعب بن عمير فآمن على يديه أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد وترب لهم يدعى معاذ بن جبل وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم هند وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا رأت هند زوجة عمر بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام وأنه لم يبقى من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال لزوجته يا هندو احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل يعني مصعب بن عمير حتى نرى رأينا فيه فقالت سمعا وطاعة ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل فقال ويحك وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت كلا ولكنه حضر بعض المجالس عند هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله فقال أدعوه إلي فلما حضر بين يديه قال أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال ما أحسن هذا الكلام وما أجمله أو كل كلامه مثل هذا فقال معاذ وأحسن من هذا يا أبتاه فهل لك أن تبايعه فقومك جميعا قد بايعوه سكت الشيخ قليلا ثم قال لست فاعلا حتى أستشير منات فأنظر ما يقول فقال له الفتى وما عسى أن يقول منات يا أبتاه وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق فقال الشيخ في حدة قلت لك لن أقطع أمرا دونه ثم قام عمر بن الجموح إلى منات وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزة فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج فأثنى عليه أطيبا فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال يا منات لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك فأشر عليه فلم يرد عليه منات بشيء فقال لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد ولكن لا بأس فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب كان أبناء عمر بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصممه منات وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا فذلك سبيله إلى الإيمان أدلج أبناء عمر بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منات في الليل وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون فيها أقدارهم وطرحوه هناك وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد فلما أصبح عمر دلف أي مشى في هدوء إلى صنمه لتحيته فلم يجده فقال ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة فلم يجبه أحد بشيء فطفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه وهو يرغي ويزبد أي كناية عن شدة الغضب وهيجان النفس ويتهدد ويتوعد حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه وقال له أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه فلما كانت الليلة الثانية عدى الفتية على منات ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة مبطخا بالأقدار فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه وقال له يا منات إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معك ثم أوى إلى فراشه فما إن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وقرنوه أي ربطوه إلى كلب ميت بحبل وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليها الأقدار وتتجمع فيها فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا إلى كلب ميت وقد سلب منه السيف فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة وإنما تركه حيث ألقوه وأنشأ يقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن ثم ما لبث أن دخل في دين الله تذوق عمر بن الجموح من حلاوة الإمام ما جعله يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها في الشرك فأقبل على الدين الجديد بجسده وروحه ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله ورسوله وما هو إلا قليل حتى كانت أحد فرأى عمر بن الجموح أبناءه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الشرى أي أسد الغاب وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضات الله فأثار الموقف حميته وعزم على أن يغدوا معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه فهو شيخ كبير طاعن في السن وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج وقد عذره إلى الله عز وجل في من عذرهم فقالوا له يا أبانا إن الله عذرك فعلى ما تكلف نفسك ما أعفاك الله منه فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوهم فقال يا نبي الله إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير وهم يتدرعون أي يحتجون بأني أعرج والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إن أزف أي حان وقت الخروج حتى ودع عمر بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهل خائبة ثم انطلق يحيط به أبنائه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة ولما حمي وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه شهد عمر بن الجموح يمضي في الرعيد الأول ويثب على رجله الصحيحة وثبا وهو يقول إني لمشتاق إلى الجنة إني لمشتاق إلى الجنة وكان وراءه ابنه خلاد وما زال الشيخ وفتاه يجالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرى صرعين شهيدين على أرض المعركة ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات وما إن وضعت المعركة أوزارها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد ليوريهم ترابهم فقال لأصحابه خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم ثم قال ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دمى اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك ثم قال ادفنوا عمر بن الجموح مع عبد الله بن عمر فقد كانا متحابين متصافيين في الدنيا رضي الله عن عمر بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد ونور لهم في قبورهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا